السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو طبي جديد وياكم عمر فلاح اليوم راح اشرح لكم موضوع هو بالجراحة وايضا من ضمن التشريح ماذا تلنتم بمسيرجوري وموضوع مهم وحبيت انه اشارككم بيها تتستفادون من عنده اللي هو كالوتز تريانجل او مثلث كالوتز طبعا ايضا الى اسم الثاني اللي هو هيباتو بيلياري تريانجل او مثلث الصفراوي الكبدي طبعا هو شنو هذا المثلث قبل ما اشرحها راح اشرح شي بسيط بالاناتومي حتى تفهمون الفكرة طبعا هذا الكبد يتكون من الرايت والليفت لوب او الفصة الايمن والايسر اضافة الى مثل ما تلاحظون بالصورة هذه هي المرارة طبعا من عندها راح تخرج قناة اسمها السيستيك داكت من المرارة وايضا الكبد راح ينطينا قناتين رايت وليفت هيباتيك داكت اللي تنقل المادة الصفراء من الكبد ورح تجتمع عن طريق الكومن هيباتيك داكت او قناة الكبد المشتركة راح ترتبط وياه السيستيك داكت وراح تكون لنا الكومن باير داكت فهذه لازم تتذكرواها السيستيك داكت والكومن هيباتيك داكت طبعا هنانا عندنا الكومن هيباتيك ارتري هذا الشريان اللي غذي الكبد راح ينقسم الى رايت هيباتيك ارتري اسف هنانا الرايت هيباتيك ارتري والليفت هيباتيك ارتري طيب وايضا هنانا راح نشوف هنانا ارتري صغير راح يمر ويروح لي كي يغذي القناة او كي يغذي المرارة او القول بلدر اسمه السيستيك ارتري وهذا حال مهم الكالوتز تريانجل نقصد بهذه المنطقة اللي راح ارسملها على شكل مثلث هذه المنطقة محدة من خلال او يحدها من فوق الكبد او الجزء الاسفل من الكبد inferior surface of the liver ومن الطرف هذا تحدها السيستيك داكت القناة هذه اللي تخرج من القول بلدر ومن هذه الجهة تحدها او موجودة الكومن هيباتيك داكت تحدها من هذا الجهة هذا المثلث او هذه المنطقة هي المنطقة اللي يمر من خلالها السيستيك ارتري طيب شنو فايدة هذا الارتري لما نعمل عملية اسمها كولي سيستوكتومي او ازالة المرارة كما في حالة ان لو جمعت حصر في المرارة فمرات نفطر وننزيلها فبهذه الحالة لازم نسوي عملية الليجيشن او انه نربط هذا الارتري وبعدين نفصله حتى نقدر نخرج او نزيل المرارة فحتى نعرف المكان الصحيح لهذا الارتري لازم نعرف هذه التراكيب الموجودة ونرسم هذا او الجراح يرسم هذا المثلث كرسم تخيلي في دماغه حتى يقدر يصل بشكل صحيح للسيستيك ارتري وبالتالي يسده ويفصله اعمل له لجيشن فهذا كلش مهمة هذه المعلومة حتى تعرفوها فذكروا انه هذه المنطقة هي تحتوي السيستيك ارتري فقلنا الكالوتس تريانجل او مثلث كالوت او هذه المنطقة تحتوي السيستيك ارتري محدة او من فوق بالليفر الكبت طبعا من هذه الجهة بالسيستيك سيستيك داكت قناة السيستيك داكت او القناة تخرج من الصفراء او القولبلدر المنطقة وطبعا من هذه الجهة بالكومن هيباتيك داكت فهذا هو الكالوت تريانجل معلومة ايضا مفيدة لازم تعرفوها هذا الكالوت تريانجل يفيدنا ايضا لانه تحديد هذا الارتري يجب ان يكون بدقة لان مرات بشكل عرضي او خاطئ يتربط عندنا الكومن هيباتيك داكت مرات لما نحاول نزيل السيستيك داكت تنسد الكومن هيباتيك داكت بشكل عرضي وبشكل خاطئ ومرات لما ينسد السيستيك آرتري تنسد بشكل عرضي انه ممكن الطبيب بشكل عرضي ينسد الكومن هيباتيك داكت وبالحالة هذه راح يتكون لنا عندنا حالة تسمى Obsructive Chondice انه باللروبين ما راح يقدر يمر لان الكبد ما راح يقدر يفرزه من خلال البايول وبالتالي راح يجمع ورح يساعدنا حالة أبو صفار نتيجة لأنه هذا انسد بشكل عرضي أو هذا الجزء فهذه كلش مهم الكالو تريانجل تميزوا حتى تميزون بدقة وين السيستيك آرتري ان شاء الله تكونوا استفاديتوا وشكرا لاستماعكم سلام عليكم